بمساحة 5000 متر مربع لصالح مستشفى ابن القف في جانب الرصافة شرعت العتبة العباسية المقدسة بإنشاء ردة الحياة الخامسة بعد أن دق ناقوس خطر الإصابات تحذيراته في العراق فجاءت مساعد جود تساهم في احتواء عداد المصابين إذ باشر قسم الصيانة الهندسية ببناء ردة مخصصة لعلاج المصابين في محافظة بغداد باشر قسم الصيانة الهندسية العتبة العباسية المقدسة بتوجيه من سماحة المتولى الشرعي بإنشاء ردهة حميات لفيروس كورونا دعما للقطاع الصحي في محافظة بغداد على مساحة 5000 متر مربع بسعة 120 ردهة منفصلة عبارة عن سويت متكامل حسب المواصفات المطلوبة بالنسبة للمصابين كانت كل الصعوبات متجمعة في هذه المساحة باعتبار المخلفات السابقة وآليات محترقة وكورونات وتعود لأكثر من جهة فاستمر هذا الموضوع للتنظيف والتهيئة أخذ مننا وقت تقريبا خمسة أيام مرفق صحي ضمن المواصفات المطلوبة في وزارة الصحة العراقية تنفذه الملاكات الهندسية والفنية في القسم بواقع 120 ظرفة منفردة مزودة بوحدة صحية فضلا عن ملاحق للطاقم الطبي والإداري